نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس حزب يسرائيل بتينو أفيكدور لابرمان قوله إن حزبه لن يتعاون مع حزب أمل جديد برئاسة قدعون ساعر في حال قرر الأخير ضم الأحزاب الحريدية إلى اتلاف حكوميا برئاسته وتأتي أقوال لابرمان في وقت تعزز فيه التعاون بين ساعر ورئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف في يمين نفتل بنت وكذلك بين لابرمان ورئيس حزب يشعتي ديائر لبيد وتمثل ذلك بالتوقيع على اتفاقيته فائض أصوات وعزمهم على إقامة كتلة تشمل الأحزاب الأربعة بعد الانتخابات ومن جانبه نفى بنت خلال مقابلة احتمال خوض انتخابات الكنيسة في أذار المقبل ضمن تحالف مع حزب كحول لفان وذلك برئاسة بني جانس قائلا إن تعاونا مع كحول لفان سيكون في اليوم الذي يلي الانتخابات ومن جهة أخرى رفض بنت الإجابة على سؤال حول ما إذا كان سيؤيد طلبا آخر لمنح الحصانة لنا تنياهو وقال إنه ليس منشغلا بمسائل افتراضية نحن